بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل سيدة المشاهدين ويوم جديد وحلقة جديدة وبين نمككم نهار جديد نهار دايما يا رب مليان بالأمل والتفاقل وحسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى بإن اللي جاي أحسن إن اللي جاي أفضل إن شاء الله إن اللي جاي كله خير ولازم دايما نكون عندنا رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى لأنه ربنا أكيد ما بيعملش أي حاجة فيها شر ودايما مش هفكركم وارجعتني أذكركم بأنه دايما خلينا عند حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى فربنا قال لنا إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله أنا عند ظن عبدي بيه ليه بقولي الكلام ده في البداية لأنه الحقيقة فيه قصة حقيقية سمعتها ويتعجب لها العجب الحقيقة لأنه قصة لو تشوفها من برا كده يعني تستغرب جدا طالب كله طب في وسط زميله ماشي وتيجي عربية تختاره من وسط زميله هو بزداد وتخبطه خبطة صعبة جدا وتيجي الخبطة والإصابة في الكلة وبالتالي دخل على طول فورا العمليات الولد ده ما ينفعش يكمل حياته إلا إذا تم استقصال أحد الكليتين وسبحان الله الولد ده بدأ يعمل أشياء وبدأ يعمل تحاليل وخلاص هو داخل فيه إطار العملية داخل فيه يعني الوقت بيجري منه يعيش ييموت يختار أنه هو فهو داخل لقال الدكتور بتاعه بيبتسم لي فبيقوله بتؤمن بالقضاء والقدر قاله طبعا يا دكتور بس ليه حضرتك بتبتسم لكده قاله لأننا وإحنا بنعملك الأشياء والتحاليل اكتشفنا نسيج يعني من الخلايا مغطي الكيلة بتاعتك والنسيج ده ما كانش حد ممكن أبدا عمره يكتشفه ولا أنت نفسك ممكن تعرف أنه عندك مشكلة غير متآخر جداً وقد تودي فعلاً بحياتك ويبقى عندك مشكلة مع السرقة طبعاً ويمكن ربنا سبحانه وتعالى قاله عشان كده ربنا اختارني في وسط زميلي عشان كده جات الإصابة في الكيلة بشكل خاص قاله بالضبط وعشان كده الصدفة دي ما كانتش صدفة أبداً ربنا سبحانه وتعالى أرحم بينا حتى من أمنا وأبينا وده اللي لازم كلنا نقتنع بي لازم كلنا نفهم أنه ممكن أكون عملت حدثة ممكن أكون وقعت وقعة ممكن أجات لي مشكلة أو أزمة مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية وبقى مدهي جداً وزعلان وحزينة على حالي وشمعنانا في وسط زميلي شمعنانا في وسط إخواتي شمعنانا في وسط عيلتي وربنا اختارني عشان يحصل معي كل ده في حين أن ربنا اختارك عشان ينقذك مش بيقولك دايماً في قمة المنع قمة العطاء وربنا بيمنع عنك حجة وبيخدها منك وانت يعني عزيزة جداً عليك ومتدايق وصعبان عليك نفسك لكن هو بيديك مكافأة كبيرة جداً وهدية انت مش واخد بلك منها لو قعدت سنين عمرك كله مش هتفهم ولا هتعرف ولا هتعي بالقيمة اللي ربنا ادهلنا فدايماً خليكوا فسقين في ربنا دايماً خليكوا عندكوا حص نظن في ربنا سبحانه وتعالى ربنا أبداً عمره ما بيعملنا حاجة فيها شر لينا ولا أبداً فيها أزيالينا ربنا خايف علينا فبيبتلينا فإذا أحب الله عبداً ابتلاه دايماً المبتلي هو المصطفى يعني ربنا بيصطفي عن بقية الخلق عشان بيحبه وغالي عنده واوعى دايماً في بداية الاختبار تسقط وتقل إيمانك بربنا أو تقول لا أنا مش هزبه ليه وش معنى والكلام اللي إحنا بنسمعه دايماً أو إحنا ساعات بنضعف وبنقوله خلينا دايماً قد الاختبار وقد قوة الصبر والاحتمال هي الدنيا كده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الكبد لازم كلنا نبتلي فيه مئة واحد غيرك مبتلة بس مش باين الابتلاق بتاعه فين آه عنده وعنده وعنده بس فيه ابتلاق صعب ممكن أنت لا تتحمله فصباحكم صباح جميل يا رب دايماً مليان بقوة الإيمان والصبر وحسن الظنف ربنا سبحانه وتعالى